السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد عبر كنار تيفي عن حوار الحضارات اليوم سنتكلم عن أو مع أحد الأخوة والأصدقاء من دولة قرغيزستان اسمه تردقون الاسم غريب جدا سنسأله عن سبب التسمية لكني أنا وستاذ محمد هو الآن في طريق الدخول للبرنامج حابيني الآن نتكلم لكم عن هذه الدولة سيد محمد هل تعرف إشي عن قرغيزستان الصراحة يعني الواحد سمع عن طاجكستان سمع عن أفغانستان سمع عن أنا بعرف أنه ستان هذه ترمز للسلام أرض السلام زي باكستان أرض السلام لكن أنا قرغيزستان يعني لا أذكر أني يعني اسمعتها قبل هيك هي جمهورية بالعربية تسمى قرغيزستان أو قرغيزية وهي دولة ذات تضاريس جبلية تقع في آسيا الوسطى تحدها من الشمال أسباكستان من الغرب والجنوب الغربي طجكستان ومن الجنوب الشرقي الصين عاصمتها وأكبر مدنها هي مدينة بيشكيك هي المدينة التي يسكنها ضيفنا اليوم وهي العاصمة الكبرى طبعا تمتد تاريخ قرغيزستان إلى أكثر من ألفين سنة فهي دولة عريقة لأن لها تاريخ طويل وتشمل عدة إمبراطوريات وثقافات على الرغم من أنها معزولة جغرافيا بسبب التضاريس الجبلية العالية التي ساهمت برضو في الحفاظ على الثقافة لمدة طويلة لكنها كانت مفترق طرق لعدد من الحضارات العظيمة وكانت جزء من طريق الحرير للتجارة وتبادل الثقافي وقعت قرغيزستان بشكل دوري تحت السيطرة الأجنبية لعدة سنوات ولم تحصل على السيادة كدولة قومية إلا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991 كانت أحد جمهوريات الاتحاد السوفيتي لسنوات طويلة منذ إعلان استقلال هذه الدولة أصبحت دولة مركزية جمهورية برلمانية هناك بعض الصراعات العرقية والثورات والمتاعب الاقتصادية إلا أن الوضع الآن بدأ بالاستقرار وهي عضو في رابط الدول المستقلة للاتحاد الاقتصادي الأوريو آسيوي ومنظمة شنهاي للتعاون ومنظمة التعاون الإسلامي والمجلس التركي والمنظمة الدولية للثقافة التركية معظم أهل القرغيزستان يتكلمون لغة قريبة جدا من اللغة التركية أعتقد أنه ضيفنا موجود لكن عنده مشكلة في الجهاز الكاميرا عنده لا تعمل لا أعرف لماذا ممكن يخرج معنا الصوت ممكن سنضطر إلى الاتصال به هاتفيا هذا أتوقع أنه أفضل حل يعني في هذه الحلقة نتعرف على حضارات كثيرة نتعرف على بلدان كثيرة نتعرف على شعوب كثيرة نتعرف على أعراق عظيمة في كثير من الأعراق سبحان الله أحيانا الواحد يعتقد أنه بلده وأنه شعبه وأنه عرقه هو الوحيد اللي موجود في هذا العالم لما الواحد ينظر من البوتقة تبعه هيك الصغيرة هذه يعتقد أنه هو وحيد اللي موجود الشعوب الأخرى غير موجودة لكن لما يبدأ يتعرف على الشعوب والحضارات الأخرى يبدأ يكتشف أنه هناك كنوز كنوز حقيقة كنوز يبدأ يكتشف أنه كل شعب له ميزة كل مجتمع له ميزة كل تضاريس لها ميزة كل بيئة موجودة في هذا الكون لها ميزة لما نبدأ نتعرف على طبيعة الثقافات حتى نبدأ نكتشف أنه الثقافة تأتي من المناخ ومن البيئة المحيطة بالإنسان نبدأ نكتشف أنه الطبيعة السهلية والسهول تعطي روح معين للإنسان طبيع معين للإنسان والطبيعة الجبلية تعطي طبيعة تعكس طبيعتها على الإنسان ونكتشف أن الذين يعيشون بالقرب من البحر لهم طبيعة أخرى مختلفة وكذلك من في الصحراء ولذلك أحيانا لا نستطيع أن نعيب على فئة طبيعهم الحاد أو طبيعهم الشديد أو طبيعهم الغريب علينا لأنه هو غريب علينا ونحن غرباء عليه هو ربما يجدنا عندنا شيء من البلادة كما نحن نجد عنده شيء من الحدة ربما هو يجد أننا بطئي الحركة كسالة ونحن نجده سريع الحركة مستعجل يريد أن ينهي الكون كله في ساعة لكن هذا الواقع وهذا الحال أمر ليس بإرادته ولا إرادتنا كل واحد طبعه يتعلق ويناسب بيئته التي يعيش فيها ويتكيف معها فنعود إلى قرقزستان ونعود إلى تورداغون من قرقزستان أهلا وسهلا تورداغون مرحبا بكم السلام عليكم السلام عليكم نعتذر طبعا لعدم القدرة على أخذ الصورة لأن هناك مشكلة في الكاميرا ولكن قد نضطر الآن إلى بث هذا الموضوع عن طريق الهاتف فأهلا وسهلا بك مرحبا بكم حياة جدد وأنا أكثر اعتذار لا داعي للاعتذار لا داعي للاعتذار أنت ما شاء الله تتحدث اللغة العربية بطلاقة الحمد لله عرفنا بنفسك أولا من أنت وأين تعمل أنا اسمي تورداغون 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 حاليا لا أعمل أدرس أدخل في الجامعة السنة أدخل في اللغة العربية فهذه السنة أتعلم فيها القدرة في السنة الرابعة تتعلم اللغة العربية في الجامعة في قرقيزستان؟ أيوة في قرقيزستان أنتم عندكم هذا المنهج في اللغة العربية أنتم تدرسون اللغة العربية كمادة كاملة خلال أربع سنوات؟ نعم، ندرس ندرس اللغة العربية كتخصص أنتم تدرسون اللغة العربية كاملة أنتم تدرسون اللغة العربية كاملة أريد أولا أن أسلم عليك وأن أقول لك أهلا وسهلا بك على هذه القناة كنار تيفي مرحبا بك وأريد أن أعرف منك ما الذي دعاك إلى تعلم اللغة العربية؟ نعم، يرجع أو ترجع بداية هذه القصة إلى الطفولة حيث كنت أستمع إلى القراءة الذين يتلوت القرآن الكريم مجرد الاستماع إلى القرآن الكريم فضلاً فهم معنيه والعمل بما فيه ينقلك إلى عالم آخر فمنذ ذلك الحين أعجبني القرآن الكريم وبسبب القرآن أردت تعلم اللغة العربية فأردت تعلم علوم الدين لكنني دخلت إلى مجال اللغة ما شاء الله تردقون، قل لي الإسم غريب أول مرة أنا أسمع بهذا الإسم هل له معنى باللغة القرغزية؟ في الحقيقة إنه ليس من لغتنا القرغزية ومن لغة أخرى ولذلك أنا أيضاً لا أستطيع فهم معناه فقط كان هناك رئيس الجمهورية في السابق سموا إسم أجدادي باسم ذلك الرئيس هل اخترت إسماً عربياً لك؟ عندما كنت أتعامل مع أصدقاء العرب هذا الإسم يسعب عليهم فلذلك اخترت لي اسماً يسموني علي فقط علي، ممتاز حدثنا عن قرغزيستان يا علي كدولة، يعني الدولة لم يسمع عنها الكثير مع أنها دولة جميلة جداً أنا نظرت إلى بعض الصور وهي من الأماكن التي يجب أن أزورها حسناً، قرغزيستان تقع في قلب آسيا الوسطى ممكن نقول بالسابق، هذه المنطقة كانت تسمى التركستان الغربية فتشمل هذه الدول الخمسة في آسيا الوسطى مثل كازفستان تجول هذه الدول قرغزيستان مع أن مساحة قليلة ضيقة إلا أنها دولة تملك طبيعة ساحرة خلابة سياحية ممكن نقول منذ عشر سنات يأتي السياح الأرب من ملدين عربية عدة ليزور هذه الدولة فدولتنا، ثقافة دولتنا كانت متصلة بثقافة الإسلام منذ سنين عديدة ما شاء الله معظم سكان أهل الدولة هم من المسلمين؟ نعم، تقريباً ثمانون بالمئة مسلمون والآخرون يتمسكون بأجيان مختلفة واللغة التي تتكلمون بها؟ لغتنا القرغزية، لغة الأم أوكي، تختلف عن التركية والعربية؟ نعم، تختلف، لكنها في مجموعة، في ضمن مجموعة لغات الترك أوكي، واضح طردقون، حين تعلمت اللغة العربية وبدأت بداياتك في اللغة العربية، ما هي المباحث التي كانت أكثر صعوبة عليك في تعلم اللغة العربية؟ في البداية، لأكثر دارس اللغة العربية أعتقد أن قواعد النحو الإعراب يصعب عليهم، فهذا ما كان يعز عليه، لكنني بفضل الله لقد تعديت هذه المشكلة أذكر، أذكر لنا طرف وحصلت معك، وأنت تتعلم الإعراب، إعراب اللغة لا أذكر موقفاً، لا أستطيع ذكر موقف طريق يعني أكثر موضوع كنت تجد فيه صعوبة في الإعراب في البداية فقط، نعم يعني تميز، تميز بين الحال والصفة؟ نعم أستطيع، كل جمل بعد المعارف أحوال، بعد النكيرات صفات بعد النكيرات صفات، نعم نعم، أحسن، أحسن، بعد معارف أحوال، بعد النكيرات صفات، جيد، نعم والآن أنت تعرب الجمل بشكل بسيط وسهل الحمد لله وتعلم أن تغير المعنى يؤدي إلى تغير الإعراب، وتغير الإعراب يؤدي إلى دلالة مختلفة في المعنى نعم، مجرد تغير الحق واحدة يؤدي إلى معنى آخر جربت أن تدخل في إعراب القرآن الكريم؟ إعراب القرآن الكريم صعبة قليلا نعم حتى أدخل بهذا المجال عليه الإطلاع أكثر سأدخل على وجه الدخول إن شاء الله نعم، ولأن تغير الإعراب سيؤدي إلى تغير المعاني ولذلك العلماء كان بينهم اختلافات في المعنى لأنهم اختلفوا في موقع الجملة من الإعراب وموقع الكريم من الإعراب نعم، نرى ذلك في التفسير، في تفسير القرآن الكريم صحيح، صحيح هل تحفظ من القرآن شيئا بما أن بدأنا بموضوع القرآن؟ نعم، حفظنا قليلا هل تريد أن تسمعنا شيئا؟ نعم، تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمْ مِنْ بَكَرٍ وَأُنْفَاةِ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارُفُونَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ماشاء الله أنت اخترت آية هذا وقتها أريد أن أسألك تورداغون هل وجدت صعوبة في مخارج الحروف في اللغة العربية أم أن لغتكم الأم تساعدك على ذلك؟ للأسف يجد دارس اللغة العربية مترغزيون أقصد؟ صعوبة في نطق حرف العين والحا لأن هذه الحروف لا تتواجد تماماً في لغتها وأنا أيضاً واجهت هذه المشكلة ممكن حتى تقرب لنا الصورة ممكن أن تقول لنا شيء من اللغة القركيزية أي جملة من اللغة القركيزية فنحاول أن نقرب الصورة ونسمع إلى مخارجها نسمع إلى مخارجها أنتم تتكلمون أيضاً اللغة الروسية في قركيزستان صحيح؟ نعم، اللغة الروسية لغة ثانية عينا ما شاء الله طيب، هل هناك كثير من القركيزستانيين يتكلمون اللغة العربية أم قلة؟ الآن أكثر الناس بدأوا تتعلم اللغة العربية واللغة العربية بروعتها وجمالها تجذب كثيراً من القركيزيين وتدعو إلى تعلمها فالآن بدأوا بالجمة تعلم اللغة العربية في الجامعة؟ في الجامعة، في المعاهد، في الدورات، في المدارس طب، هل تتحدث باللغة العربية مع ناطقين باللغة العربية في دولتك؟ أم أنك فقط في الدراسة؟ هل هناك من أصدقنا؟ نتحدث معكم، هناك عندنا هنا أساتذ العرب الأفاضل يدرسون اللغة العربية من مختلف بلدان العربية من سوريا، عراق، المغرب وما إلى ذلك، في بعض الدول، وميسرة نعم، هل زرت أي من الدول العربية؟ لم أزور ما عدا قطر زرت قطر؟ نعم، كيف وجدت المعيشة أو الحياة في المجتمع العربي؟ هل تختلف كثيراً عن الحياة في قرغزستان؟ نعم، أسلوب الحياة في دول العرب يختلف عن أسلوب الحياة عندنا وجدت هذا، بما أننا كنا خلال أسبوع في قطر لم نستطيع أو لم ندرك ملاحظة أشياء كثيرة، ولكننا من قبل كنا نتعامل مع العرب، وكنا نعرف طبع العرب، وأسلوب حياتهم ومعيشتهم، ولو كان قليلاً كيف كنت تعرف عن طبع العرب، ومعيشتهم، ما الذي كنت تتخيله، وتتصوره عن طبع العرب ومعيشتهم، ووجدته في قطر، أو لم تجده؟ وجدت تقريباً كل ما أتخيله عن العرب، فقد تجولنا فيها، ورأينا الأسواق، فوجدنا كما كنا نتخيل، لأن السياح العرب يأتون إلينا دوماً، نعرف من خلال ذلك معيشة الأراب أي دول أكثر من السياحة تأتي إلى قرقيزستان؟ من أي دول العربية؟ أكثر السياحة من الخليج، تحديداً السعودية والإمارات، وبعد ذلك الكويت والعمان وقطر عمان، نعم، أوكي، يعني أغلبهم من دول الخليج، من يأتون إلى قرقيزستان؟ نعم، نعم، أريد أن أعرف منك أكثر عن ملاحظاتك على الثقافة العربية، حين تعلمت اللغة العربية، هل اطلعت على شيء من الثقافة العربية، شيء من الصفات العربية، ربما حين تستمع إلى جمل معينة، وبالذات حين تقرأ التفسير في القرآن بعض الآيات حين يتم تفسيرها، لابد أن يتم تفسيرها بالبيئة التي نزلت عليها، والشعوب التي نزلت عليها، فتستفيد من ذلك أن تتعرف على طبيعة تلك الشعوب، صفاتها، أحوالها، فهل وجدت شيئاً من ذلك وأنت تتعلم اللغة العربية؟ فلابد من ذلك هذا لا محالة منه، خلال تعلمنا للغة العربية تعرفنا على كثير من ثقافات العرب، والعرب يتميز بالكرم والصداقة، فشهدنا ذلك بأعيننا، والحمد لله كذلك رأينا كثير من الثقافات والصدفات الحميدة عين العرب ما شاء الله طب، نعم، بالنسبة لقرقزستان، ما هي أكثر ما يميزها؟ قرقزستان، ميز شعبها أقصد، تحدثنا عن المنطقة، عن البلد، تحدثنا عن أنها جبلية وأجواءها جميلة، لكن شعبها، ما هو أكثر شيء يميز شعب قرقزستان؟ نعم، ما ذكرته الآنفة، الكرم، الكرم منتشر عندنا، والصداقة، القرغيس يحب الطيافة، يخرح حين يأتي إليه الطيف، ويحسن حين لم يزدره الطيف منذ زمان كذلك البسالة، هذا ما يميز القرغيس عن غيره، لأن أجدادنا كانوا شعباً رحالاً، فكانوا أكثرهم محاربين، يمكن نقول، يتصفون بالبسالة والشجاعة قلت لي أن كثير من العرب يزورون قرقزستان، فهل عملتك مرشد سياحي أو دليل سياحي خلال العطل الصيفية مثلاً؟ كنا نعمل، لكن بسبب هذه الجائحة في هذه سنة تعطلت السياحة بلغنا عن كيف الوضع الآن مع هذه الجائحة؟ بما أنك تتطرقت لها ككل دول العالم انتشرت عندنا هذه الوباء، ولو كانت بقليل، الآن كل يوم خلال ما بين الثلاثين والعشرين تتواجد الإصابة الجديدة، وثمانية عشر حوالي ثمانية عشر حالة الوفاء، أما الحالة الإصابة عندنا ناهزت ستة ملايين، ستة ملايين، ستة ملايين، ستة ملايين، أردت أن أسألك عن اللهجات العربية، بما أنك عشرت العرب وتكلمت مع عرب، فهل تتكلم بعض اللهجات العربية؟ لا أقول أتكلم بلحظة معينة وأعرفها، لكنني فقط أو نقول بس بعض الكلمات في العامية، مثلا جيب الماء عسن نسوي الشاي طيب الطعام العربي جربته يا علي نعم، الكبسة أكثر عجاباً، هذه الكبسة؟ الكبسة السعودية؟ سعودية، إماراتية، نعم تطبخون الكبسة في قرقزستان؟ أم نطبخ أحياناً مع الشباب، لكننا لا نستطيع تطبخ هذا الأكل كالعرب هل أكلت أكل من بلاد الشام أو بلاد المغرب العربي؟ أكلنا، لكنني لا أدري ما أسمى هذه الأكلات، أكلنا من الأساتذة المتواجدون عندنا هل يوجد مطاعم عربية في العاصمة؟ مطعم واحد بس، وهو مطبخ سعودي مطبخ سعودي؟ نعم وصاحبه من أين؟ من السعودية، كبيرو الإسم لي هل تزوره باستمرار؟ هل تزور هذا المطعم؟ هذا المطعم يعمل في موسم السياحة فقط، هل تزوره بذلك الموسم تردقون، كيف أنت والشعر؟ الشعر باللغة العربية، الشعر العربي؟ نعلم بعد القصائد من الشاعر الذي تحب أن تقرأ له؟ في الحقيقة بصراحة، الشعر والجاهلية، أنا لا أستطيع فهم مصائلهم، الشعر والمعاسرين أكثر إعجاباً لدي، مثل حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، جميل، طيب تقرأ لنا شيئاً من شعرهم إن كنت تحفظ شيئاً من شعرهم؟ حسناً، إذن سألقي عليكم قصيدة حافظ إبراهيم عن اللغة العربية، الحالة العربية في يومنا هذا؟ نعم رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالاً وأكفاءاً وأتباً ذاتي، وسعت كتاب الله لفظاً وغاية، وما ضد عن آي به وعيطاتي، وكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل القواص عن صفاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء وساتي، فلا تكلوني للزمان، فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي، أرى لرجال الغرب عزاً ومنعتاً، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلكم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات، أيضربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأتي في ربيع حياتي، ولو تسجرون الطير يوماً علمتموا بما تحته من عثرة وشتاتي، سقى الله في بطن الجزيرة أعظمها، يعز عليها أن تلين قناتي، حفظنا وداد في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسراتي، وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياءً بتلك الأعظم النخراتي، أرى كل يوم في الجرائد مزلقاً، من القبر يدنيني بغير أناتي، وأسمع للكتاب في مصر ضجداً، فأعلم أن الصائحين نعاتي، أيهجوني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصر برواتي، صرت لوثة الفرنج فيها كما صر لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة، مشكلة الألوان اختلفاتي، إلى معشر الكتاب والجمع حافل، فسط رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حيات تبعث الميت في البلاء، وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي، لم يقص بماتي، هل تفهم هذه القصيدة كاملة؟ تقريباً نعم، ما شاء الله، ما شاء الله، نعم، هذه حال اللغة العربية تشكو أهلها، بعد أن هجروها، يعني حتى أبناءها في أوطانهم، لا يتقنونها كما هي عليه، وكما يجب أن يتقنونها، اللغة العربية فيها كثير من الكنوز، ولكن الحقيقة نحن نقصر في حفظها، وربما لو لا القرآن الكريم، لضاعت اللغة وضاع الكثير من معانيها، لقد أصدت، تردقون، هل تتكلم لغات أخرى غير العربية؟ حالياً نتعلم اللغة الروسية والإنجليزية، واللغة الأساسية الأم هي؟ قرغيزية، فأنتم تتكلمون القرغيزية في المدارس، تتعلمونها في المدارس؟ نعم، نتعلمها من المدارس، ما شاء الله، ما شاء الله، هل تتوقع أنه ممكن أن تتعلموا اللغة العربية في المدارس كلغة أجنبية، كلغة ثانية، أم لا تتوقع ذلك؟ هذا موجود حالياً في بعض المدارس الخاصة، أدرس اللغة العربية كلغة ثانية أجنبية في تفتيبي، أو كاللغة الإنجليزية والفرنسية، أحب أن أذكر ضيوفنا أن حديثنا الآن مع تردقون، هو يتعلم اللغة العربية، وهو أصلاً من دولة أو جمهورية قرغيزستان، ونتشرف أن يكون معنا ضيفاً عبر الهاتف في برنامج حوار الحضارات، لنتعلم أكثر عن مسيرته، والجمال والصعوبات والأمل الذي سيبعث فينا لدراسة اللغة العربية، فنشكر جداً ونشكر جمهورنا الذي يتابعنا، فضل أستاذ محمد عندك أيضاً أسأل. أريد أن أسأل عن المقالة والكتابة، تردقون، هل قرأت شيئاً من الروايات العربية، القصص العربية؟ هل لك كاتب عربي محدد تحب أن تقرأ له؟ أتأثرت به من كتاب القصة أو كتاب الرواية؟ نعم، كتاب من كتاب الرواية عائد القرن، كتابه مسمى بلا تحزن، مشهور عندنا، كذلك أطلع على بعض الكتب القصيرة، مثل قيمة الزمان عند العلماء لأبي فتاح أبو غودة، هذا الكتاب آخر ما قرأته من كتب اللغة العربية، كذلك قرأته أسيراً نبوية لمقارد الفوري بعالم المشهور، قرأته شيئاً لتوفيق الحكيم مثلاً، لتوفيق الحكيم، نجيب محفوظ، هؤلاء القرن، يعني ليسوا قداماً كثيراً، أعلم هؤلاء القرن، ونجيب محفوظ حتى أحص على أجائزات نابل صحيح، نعم، صحيح، لأنني لم أقرأ من قصصهم، فسأقرأ بالطبع إن شاء الله، منتظ، سيد، تردقون، وأنا أبحث على الإنترنت عن معنى هذا الاسم، لأنه أثار فضولي، وجدت على اليوتيوب قصيدة لأسماء الله الحسنى لمنشد بنفس الاسم من قرقيزستان، فهل هو أنت؟ أخي، نعم. أخاك؟ لست، لست أنا. لست أنا. إنه كذلك درس اللغة العربية في الجامعة نفسها التي أدرس فيها، درست فيها نفس المنطقة التي نشأت فيها. هل تعرفه جيداً؟ نعم، أعرفه جيداً. هل ممكن أن نستضيفه في الحلقات القادمة؟ سأتحدث معهم إن يوافق. إن شاء الله. هناك سؤال من تماظر، سأقولك ما هو الدافع الذي جعلك تتعلم اللغة العربية بهذه الطلاقة؟ كما ذكرت آنفاء، الحب للقرآن وعلوم الدين، هذا كان في البداية، لكنني كلما تعمقت في هذه اللغة، زادت هذه اللغة لديه روعة وجمالة، لا تستطيع أن تصفه بالكلام؟ توردقون، هل تستبع إلى الإعلام الغربي مثلاً، أو الإعلام غير العربي عن العرب؟ هل تجد أن هناك سورة معينة للعرب في الإعلام العالمي؟ نعم، حتى عندنا هذه الصورة، هل لك أن تخبرنا عنها إذا سمحت؟ نعم، مثل الإرهاب من الإسلام، مسلمون إرهابيون، خاصة العرب، لكن هذا جهلاً أو إدعاء افتراء، أنا أقول، وكنت أعلم ذلك قبل أتعلم هذه اللغة، لأنني كنت أطلع على بعض الأشياء الدينية، المعلومات الدينية، بلغواتنا القرغزية. طيب، هل واجهت شيئاً من النقاش الجدال بينك وبين أحد ممن يعتقدون هذا الاعتقاد عن العرب أنهم شعب شديد، شعب متحجر، شعب فيه إرهاب؟ هل واجهت شيئاً من هذه النقاشات، وحاولت أن تقنع ذلك الشخص برأيك؟ أيها، هذا يحصل كثيراً في أشخاص لا يعرفون شيئاً عن العرب ويتحدثون فيه، لا يعرف شيئاً عن الإسلام ويتحدث به، فنحاول إقناعه بأن هذا الدين ليس دين الإرهاب، ولا الأرب ليسوا إرهابيين، فهم شعب كأمثالنا، ويتغير رأيه أم يصر؟ يعني نسبة الذين تتغير آراؤهم بعد نقاشاتكم نسبة كبيرة، نسبة قليلة؟ العنيد يبقى في عناده ما عنده يعلم الحق، كبعض القراشيين عندما جاءت البعثة، وجاء النبع اليقين ليهم، بقوا في عنادهم ما عندهم يعلمون الحق، نعم، أريد أن أسأل سؤال عن اللغة القرقزية، لقد أرسلت لي قبل أيام أنكم تكتبون الآن بالكريلتس أو لفس الأحرف الروسية، ولكن قبل سنوات عدة كنتم تكتبون بالأحرف العربية، هل هذا صحيح؟ دعم، هذا صح تعبيرك، جاء الإسلام إلينا في القرون الوسطى في قرن العاشر والبحاني عاشر، ومنذ ذلك الحين كانت العلاقة معززة بين القرغيس والإسلام المسلمين، ممكن نقول، فأجدادنا كانوا يكتبون بالحروف العربية، ولكنهم بالقرغزية، وبالحروف العربية، وقبل إقامة اتحاد السوفيتي هذا عندنا في أراضينا، وبعد إحتلال الاتحاد السوفيتي، في سنة 1928، تغيرت الحروف إلى الحروف اللاتينية، بعد ذلك بعد مدة قليلة إلى الحروف الروسية، بكريليتسا، هل تجد هناك تقارب بين الثقافة العربية والثقافة القرغيسية؟ نعم، وجه الشبه كثير عندنا في ثقافتنا وثقافة العرب، لأن ثقافة العرب أغلب ثقافة الإسلام. طيب، هل هناك من العرب من يتعلم القرغيسية؟ نعم، كما ذكرت بعض الأساتذة عندنا العرب، فهم يحاولون التعلم هذه اللغة، لكن ربما هذه اللغة صعبة للعرب، كالعربية تسعب علينا. ما هي الصعوبة؟ الصعوبة إننا التركيب لا يتشابه باللغة العربية، كذلك اختلاف الحروف، اختلاف النطق، ولغة روسية مقارنة بلغة الكرغزية، قريبة من اللغة العربية من حيث أن نحن تركيب الجمل. هل اطلعت على شيء من الفنون العربية، توردقون؟ عفوا؟ الفنون، الفنون العربية، الموسيقى، الفنون، الغناء، المجالات بعيدة عني، للأسف، لست من عاشقي الغناء، نعم؟ نعم، هل يوجد أماكن لشراء الكتب العربية في قرقيزستان، أما ماك صعوبة في إيجاد الكتاب العربي؟ في إيجاد الكتب العربية للشراء، هذا لا تجده، حتى شراء الكتب العربية، عليك أن تطلب من دول العربية، من إحدى دول العربية، هناك مكتبات يمكنك الاطلاع على الكتب العربية، كمكتبتنا في جامعتنا، ما شاء الله، يعني عدد من يتقنون اللغة العربية في دولتكم، عددهم كبير، فهل هناك رابطة أو مؤسسة تجمعهم جميعا؟ حتى يومنا هذا لم تؤسس أي مؤسسة لجامع دارس اللغة العربية، فقط الجامعات، كل جامعة تدرس بمنهجها وحدها، كم جامعة تدرس اللغة العربية في قرقزستان؟ حالياً ست جامعات تدرس اللغة العربية، والمعاهد، والمدارس، بعض المدارس الخاصة، والمدارس الدينية، ما شاء الله، هل هناك علاقات كبيرة بين قرقزستان والدول العربية؟ نعم، في سنة الأخيرة تعزز العلاقات تدريجياً، نعم، يأتي العرب بالاستثمارات الكثيرة، ما شاء الله، ما شاء الله، في النهاية نريد منك رسالة لمستمعين العرب تحب أن توجهها للعرب في الوطن العربي، أو للعرب في خارج الوطن العربي؟ طيب، لدي أصدقاء في دول العربية كثيرة، مثل السعودية والإمارات، العمال، الكويت، ريبيا والجزائر، أغريك، فأريد أن أسلم عليهم انتهازاً لهذه الفرصة السانحة، فقولي أو رسالتي للعرب جميعاً، تمسكوا بالإسلام فإنه دينكم، ولا تهجروا العربية فإنه مجدكم، الإسلام عزكم، ولغة العربية مجدكم، فتتحدوا، لأنكم إذا تتحدون فستصبح قوة عظم في العالم، فهذا ما أقوله للعرب جميعاً وأصدقائي خاصةً. ونحن نشكرك يا تورداجون على كلماتك، ونتمنى أن يستمع إليك جميع الأصدقاء، لغتنا العربية لغة جميلة عشقها كل من تعرف عليها وعرفها، واللغة العربية أصبحت لغة يشعر كثير من الشعوب بموسيقاها وجمالها، نتمنى أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها، وأشكرك يا تورداجون مجدداً. وأنا أيضاً أريد أن أعبر عن ابتناني لكم، وأشكركم جزيل الشكر على ما تقومون به من تضييم الساحة مفتوحة لدارس اللغة العربية، التبادل الثقافة فيما بينهم، والتعرف على بعضهم البعض. فكذلك أنا آسف جداً على هذه الأخطاء التقنية، فهذا قدر الله، فأريد أن أكون ضيفاً عندكم مجدداً في الحلقات المقبلة بعد تصحيح هذه الأخطاء، فأشكرك يا دكتور جمال الشريف، يا دكتور محمد، جزيل الشكر. باسم كنار تيفي نشكرك، ونرحب بك مرة أخرى في أي وقت، فاعتبرنا هو عائلتك الصغيرة إن شاء الله، نشكر جميع المشاهدين، ونذكركم في حلقة الساعة التاسعة عن السياسة في كندا، وسنتكلم عن حزب المحافظين الكندي عن كثير من الأمور، نشكر تردقان من قرقيزستان، الذي كان معنا عبر الهاتف، ونقول لكم إلى لقاء قريب إن شاء الله، إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر